موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي وضع فريق دارك ليب اسمه في السجل الذهبي لأبطال دورية الدرجة الأولى لكرة الطائرة بعدما فز على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطن في المباراة النهائية لمسابقة الدوري التي وقمت على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية وذلك وسط حضور جماهيري كبير ليتوجه باللقب الأول مرة في تاريخه ويبخر حلم النصر في الفوز باللقب الرابع عشر عندما تغلب عليه بكل جدارة واستقاق في المباراة النهائية الثالثة حقق منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية وفوز على شقيقه المصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في لقاء نودي أقيم على الملعب الشاطئ المحاضي لمقر الاتحاد البحرين لكرة القدم في الرفاع وسجل أهداف منتخبنا الوطني كل من راشد جمال الذي أحرز ثنائية في اللقاء بالإضافة لكل من أيوب صيف وعبدالله العربي وحرص المدرب البرتغالي لمنتخبنا جواجه الميدا إلى إشراك مجموعة كبيرة من اللعبين وذلك بهدف تحقيق الفائدة الفنية وتجربة أكبر عدد ممكن تمكن فريغ الملكية من الفوز بلقب كأس الأشبال بعد فوزه على المحرق بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وذلك في المباراة الختمية التي قيمت على الملعب الخارجية التابعة لاتحاد البحرين كرة القدم حيث تقلد لعبه الملكية بالميداليات الذهبية بكل جدارة واستحقار في حين تحصل لعبه المحرق على الميداليات الفضية توجه فريق الرفاع بطلا لكأس الناشئين لكرة الغدم للموسم الرياضي الجاري وذلك على حساب الملكية حيث تمكن الرفاع من حسم المباراة النهائية التي أقيمت على استاد النادي الأهلي لصالحه تفوق الرفاع بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد يتوجه بذلك بذهب البطولة وبعد نهاية اللقاء قام عضو مجلس إدارة الاتحاد البحرين لكرة القدم عبد الرضا حقيقي وبحضور الأمين العام للاتحاد حسن إسماعيل بتتويج الرفاع وتقليد لعبي الفريق بالميداليات الذهبية ترجمة نانسي قنقر